اشتركوا في القناة التي تربط بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين وتقديرا من هيئة الفضاء الروسية للسياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله في رعاية حوار الحضارات والتعايش أيها الرواد الأعزاء نحييكم أجمل تحية ونشكركم جزيل الشكر على تهانيكم الطيبة لنا ولشعب البحرين بعيدنا الوطني وعيد جلوسنا مقدرين أيما تغدير هذه الرسالة الطيبة منكم وأنتم في الفضاء الواسع آملين أن تنقلوا تحياتنا الصادق إلى فخامة الرئيس فلادمير بوتن وإلى الشعب الروسي الصديق ومتطلعين إلى انضمام رائد فضاء بحرين إلى فريقكم القدير في رحلة قادمة في المستقبل الغريب أحادكم الله إلى وطنكم وأهلكم ناجحين وموفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وكان رواد محاطة الفضاء الروسية الدولية ما دارها في الفضاء الخارجية بعثوا برسالة تهنية بصوت والصورة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد للمملكة وعيد جلوس جلالة الملك المفدى وبعث رائدان الروسيان في رسالتهم الصوتية بتهنية إلى جلالة الملك المفدى وشعب البحرين كافة بالعيد الوطني لمملكة البحرين متمنين للمملكة المزيدة من التقدم والازدهار وعرب رائدان عن تطلعهم لتحقيق المزيد من التعاون بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين في مجال العلوم الفضائية متمنين أن يكون بينهم رائد فضاء من البحرين في المحاطة الفضائية قريبا وأن تتحقق المزيد من الإنجازات والمشاريع الجديدة في مملكة البحرين في العام الجديد هذا وذكرت هيئة الفضاء الروسية بأن هذه التهنية تأتي تعبيرا عن العلاقات المتميزة التي تربط بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين وتقديرا من الهيئة للسياسة الحكيمة لدلالة الملك المفادى حفظه الله في رعاية حوار الحضارات والتعايش بين الشعوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحفظنا على حدث أن في الوقت جديد سريدينا سريد بحريني كسمناط